كتاب الله كتاب الله كتاب الله يا خير الكلام كتاب الله يا خير الكلام بلاغتك ارتقات على مقامي فبين فواتحي سور ارتباط بآيات أتات مسك الخير كتاب الله كتاب معجز لا ريب فيه أتاك البدر في جنح الظلام فأشرقت الحروف به بيانا وفاضت مثل غيث من غمام وفاضت مثل غيث من غمام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها المشاهدون والمشاهدات في هذه الحلقة نأتي إلى سورة سميت باسم النبي صلى الله عليه وسلم وهي سورة محمد وهي سورة مدنية تتكون من ثمان وثلاثين آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة هذه السورة كما تسمى بسورة محمد لذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيها باسمه العلم في قوله سبحانه والذين آمنوا وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهذا تنويه وتعظيم وتفخيم لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي إذ سميت هذه السورة باسمه كما سميت أيضا باسم القتال فتسمى بسورة القتال لأن من أخص خصائص دلائل الإيمان هو القتال في سبيل الله ومجاهدة أعداء دين الله جل وعلا هذه السورة في موضوعها الرئيس ذكر الله جل وعلا ميزان الأعمال بين المؤمنين وبين الكافرين والمنافقين أيضا وافتتحها الله جل وعلا بذكر أحوال المؤمنين والكافرين من حيث اتباع الحق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم لما كفروا وصدوا عن سبيل الله كان ذلك سببا في حبوط أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا كما ذكر الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة يقدمون يوم الآخرة ليس لهم حسنة يجازون بها بسبب عدم إيمانهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فهم كفروا في أنفسهم ظلوا في أنفسهم ولم يكتفوا بذلك وإنما صدوا الناس أيضا عن سبيل الله وأرادوا صرفهم عن الهدى حالهم أضل أعمالهم بمعنى أن جعل أعمالهم سببا في هلاكهم وخسارتهم في الدنيا والآخرة وعلى النقيض منهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم أي تجاوز عما مضى من ذنوبهم وأصلح حالهم في دينهم ودنياهم وما يستقبلونه أيضا في أخراهم أصلح أحوالهم في كل شؤونهم هذا معنى قوله وأصلح بالهم لأن من آمن وعمل صالحا وصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق هذا من أعظم أسباب صلاح الحال والمآل للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ثم في ختام هذه السورة ذكر الله أيضا عاقبة الطاعة لله ولرسوله واتباع شرع الله كما ذكر حال من تولى وأن من تولى وأعرض عن الحق فإن الله يستبدل به غيره وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم وفي ثنايا هذه السورة ذكر الله جل وعلا آيات عظيمة تدل على هذا الميزان الذي توزن به الأعمال وأساسه الإيمان والإخلاص لله جل وعلا واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخص ذلك الجهاد في سبيل الله لأن الذي يبذل نفسه في سبيل الله هذا يدل على إيمانه وهو من أعظم براهين الإيمان ولذلك الكفار لما كفروا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفوا بذلك وإنما صدوا عن سبيل الله فشرع الجهاد لأجل أن من قاتل صدا عن سبيل الله فإنه يقاتل وتكف عاديته ويرد شره ويكف بأسه عن الناس ليخلى بين الناس وبين تأمر الحق والنظر فيه ومن ثم هل يتبعونه أو لا يتبعونه لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي أما من صد عن الإسلام بقوته فإنه يقاتل ولا يترك وشأنه ولذلك كان القتال في سبيل الله من أعظم دلائل الإيمان لأن الحال والشأن في المنافقين أنهم أجبا خلق الله عن القتال والجهاد في سبيل الله كما سيأتي في ثنايا هذه السورة مقاصد السورة أو مقاطعها يتكون من خمسة عناصر الأول من الآية الواحدة إلى الآية التاسعة ذكر الله تعالى ميزان الأعمال عند الله وأنه الإيمان والعمل الصالح وذكر سبب الابتلاء بين المسلمين وبين الكفار وكونهم يصدون عن سبيل الله قال سبحانه ولكن ليبلوا بعضكم ببعض ابتلى الكافر بالمسلم وابتلى المسلم بالكافر ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم وهذا كله مشروط بما ذكره أهل العلم من شروط الجهاد في سبيل الله وأنه لا يكون إلا تحت راية ولي أمر يقاتل الناس فيه تحت رايته ثم ذكر الله جل وعلا من الآية العاشرة إلى الآية الخامسة عشر في ست آيات ذكر العبرة والاتعاض بأحوال الأمم السابقة أفلم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ثم ذكر الله تعالى حال المؤمنين في الدنيا وحالهم في الآخرة وذكر حال الكافرين في الدنيا وحالهم في الآخرة وهذا فيه وزن بين حال المؤمنين وحال الكافرين في الدنيا وفي الآخرة ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ هذا حالهم في الدنيا وَكَأَيٍّ مِنْ قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ثم وازن الله بين هؤلاء وهؤلاء أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَنْ كَانَ عَلَى الْحَقِّ وَعَلَى شَرْعِ اللَّهِ وَعَلَى مُرَادِ اللَّهِ كَمَنْ كَانَ عَلَى هَوَاهِ وَعَلَى مُرَادِ الشَّيْطَانِ هل يستويان مثل الجنة التي وعد المتقون وما ذكر الله من أصناف النعيم والمتع العظيمة التي لا تخطر على قلب بشر قال سبحانه كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميمة لا والله ما يستوون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ولكل درجات مما عملوا ثم ذكر الله جل وعلا من الآية السادسة عشر إلى الآية الثالثة والعشرين في ثماني آيات ذكر الله حال المؤمنين وحال المنافقين عند نزول القرآن قال سبحانه ومنهم من يستمع إليك من المنافقين حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا إذا نزلت الآيات العلمية التي فيها هداية غفلوا وتشاغلوا عنها فلم يعودوا يفهموا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإعراضهم واستنكافهم وإذا نزلت الآيات العملية ومن أخص ذلك الجهاد في سبيل الله كما قال سبحانه ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت جبنا وهلعا وخوفا من القتال في سبيل الله لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فكيف يزهق نفسه في شيء لا يؤمن به بخلاف المسلم ثم ذكر الله في المقطع الرابع من الآية الرابعة والعشرين إلى الآية الحادية والثلاثين في ثماني آيات ذكر الله شيئا من أحوال المنافقين وشيئا من صفاتهم وأن الله تعالى سيفضحهم في الدنيا قبل الآخرة وفي المقطع الخامس الأخير من الآية الثانية والثلاثين إلى الثامنة والثلاثين في سبع آيات ذكر الله حال من كفر بعد معرفة الحق ومات على ذلك وأن عمله حابط نسأل الله العافية ثم ذكر الله توجيهات للمؤمنين وأطلعهم على حال الدنيا وعلى شأنها إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم هذه الدنيا والله لا تزن عند الله جناح بعوضة فليست هذه الدنيا بحقيقة أن يبيعها بالآخرة أن يشتري بهذه الدنيا ما أعده الله في الآخرة للمتقين هذه الدنيا كلها لا تزن عند الله شيئا أقل الناس منزلة في الجنة من له مثل الدنيا عشر مرات فكيف يبيع الإنسان دينه ويبيع أخراه بدنياه التي بالنسبة للآخرة لا شيء ولا نسبة لها فيما أعده الله تعالى من النعيم المقيم نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بكتابه العظيم إنه جواده كريم وصلى الله وسلم على نبيه محمد كتاب معجز لا ريب فيه أتاك البدر في جنح الطلام فأشرقت الحروف به بيانا وفاضت مثل غيث من غمامي وفاضت مثل غيث من غمامي